السلام عليكم ورحمة الله وراكاتو حبائبنا وشاهدنا في كل مكان متابعيننا الناس اللي بتشجعنا ودايما بتقف معنا ان شاء الله هنقدم لكم ازاي تجهز مجموعة البورتان الكابسي او اي مجموعة سيان بدون تحيز لأي شركة ازاي ترش الخزم بتاعتك من الداخل ازاي تخلى المطبخ الخشب بتاعك يبقى زي زي الاكريليك وافضل من الاكريليك في الكفاءة وفي المنظر وفي كل حاجة بس المهم ان انت تخدمه خدمة جيدة الخشب يا جماعة لما بتخدم خدمة جيدة من الداخل بيدي لك نتيجة ممتازة جدا ولازم اصلا يتخدم كده منعا لاحتواء الصراصير والحشرات واي اي وساخة واي حاجة ناس كتير صناعية كتير تهتم من بالمطبخ من الخارج بحيث ان هو ده المنظر العام للناس لأ انت المطبخ بتاعك اهم حاجة من الداخل ميجيش العامل بتاعك بعد فترة يشتكوا لك المطبخ بيلم صراصير او بيلم كذا او كذا ناس كتير بسبب اهمال صناعي لخدمة المطبخ من الداخل ناس كتير التجأت لشغل الاكريليك والتجأت لشغل اللي الاموتال بسبب عدم كفاءة الدهام من الداخل فانا بكرها تاني يا جماعة اهم حاجة في المطبخ كفاءة الدهام من الداخل حاول تخلي الدهام بتاعك من الداخل زي الخارج واحسن من الخارج بالطريقة ديت هنرجع للمهنة نشاطها تاني وهتخلي العامل يرجع يشتغل المشغلات الخشبية تاني من الجاشي الاكريليك الاكريليك اصلا ما هو خشب برضو بس الفرق في طوقة الاكريليك اللي هي محطوطة عليه الاموتال هو برضو نفس فكرة الاكريليك فالخشب معروف من زمان ان هو افضل مية مرأ بس ياريت تخدمه خدمة جيدة من الداخل زي الخارج زي ما هنشوفها مع بعض بالوقت هنوريلكم انا وطقم العمل اللي انتو شفتوه معانا الشغل كان طبع عام اشرف اشرف عبدالتوابش شهير باشرف زبونش وانا كنت واقف معاهم فانتهزت الفرصة ان احنا نعمل فيديو للاسف ما جات ليش الفكرة ان انا نعملها من البداية واحنا بنمعجن واحنا بنقسس واحنا بندي الصلة واحنا بندي المجموعات اللي قبل كده ولكن ان شاء الله باذن الله في مواحل جاية هنحاول ان احنا زي ما وعدناكم كل فرصة هتيجي ان شاء الله مش هنفوتها وهنعملها مع بعض تمام فان شاء الله هنشوف مع بعض الخدمة بتاعة الخزم من جوه شكلها ايه بحيث ان العميل عايزين العميل يرجع يشتغل المطابق الخشب بتاعة زمان تاني المطابق الخشب اللي هي ليها قمتها لان بسبب اهمال الصنايعي للدهام من الداخل خلى ناس كتير جدا اخرت فكرة سيئة عن مطابق الخشب بقى كل يقول لك لا يا عم انا هعمل الاموتال احسن لا يا عم انا هعمل اكريلك احسن ليه لان هو شاف الوحش ما شافش الحلو احنا عايزين نوريه الجانب الحلو وعايزين نوريه الشغل اللي هو على قصور اللي هو الشغل بتاع زمان تمام يلا بينا ونتمنى لكم مشاهدة جيدة وعليش هنأسف ان كنت طولت عليكم وابب الفيديو ان شاء الله يعجبكم ونتمنى ان شاء الله لو الفيديو يعجبكم يكون فيه متابعة ان شاء الله هنزل لكم في كل فرصة بتيجي مش هفوتها ان شاء الله يلا بينا وهنا يا جماعة هنبدأ اهوات نجهز للبروتين الابيض طبع شركة كابسي هنفضل الجلون على ازاستين او كاروتين اللي بيسقط دا كان شوية تنار على الوش هنحط نص الجلون في القرورة التانية لو انت عندك عبورة تاخد الجلون يبقى مفيش مشكلة خير وبرك يبقى افضل يعني لكن احنا طبعا بنشتغل على قد الامكانيات المتاحة ويانا فاحنا كانوا معنا القرورتين خدوا الجلون حطينا في كل قرورة نص الجلون تمام طيب عندنا الجلون بياخد اتنين كيلو مصلب وكيلو تنر ده التنر الاخضر اللي هو اخضر ده التنر اللي هو هنخف الجلون بنسبة خمسة وعشر في المية الجلون عندنا اربعة كيلو بتحط له كيلو واحد تنر واثنين كيلو مصلب اللي هو الوس 150 تمام هنفضي اهوات على كل قرورة كيلو مصلب زي ما احنا شايفين طبعا ايهواتنا محابا يبنى استاذ قشف سبونش والستاذ علي البلشي ده المصلب بعد كده هنفتح التنر اللي هو الأخضر ده اللي هو ال WS 160 قلنا الجلون هياخد كيلو واحد تنر يعني نسبة التخفيف 25% هنفضي في الجلون ونقلبه كويس علشان ندوب البواقي اللي بتبقى في الجلون في اللجناب والأرضية زي ما انتم شايفين كده في مجموعات تانية طبعا لشركات كتيرة انا بفضل الكابسي لانها بتسطر معك اعلى وبيضها جميل جدا وفي مجموعات تانية برضو ممتازة جدا ان شاء الله هتجي فاص وهننزلها مع بعض بدون تحيز لأي شركة زي ما احنا شافين احنا كده غسلنا الجلون نزلنا كل البواقي اللي فيه بعد كده هنفضي الطنر بالبواقي ديت حاول ما تزودش كمية المخفف عن المعيار اللي هو مكتوب على لعبوها علشان خاطر ما يحصلش معاك اي مشاكل او ما يحصلش معاك اي مضاعفات ممكن بوهي لو زودت المخفف زيادة عن المطلوب ما تسطرش معاك خالص وتبقى انت كده ضيعت الدنيا وهتضطر ان انت تدي وش تاني وهتضطر ان انت تستنى يومين وثلاثة على متعظم طبعا احنا بنوجه اهوة العبوة وبعد كده هنقلب الازلستيل اتنين في بعض طبعا زي ما انا قلت لو انت معاك عبوة هتاخد الجلون كله بالمخفف فتاع والمصلب يكون افضل ما فيش مشكل لا مانع بلاش تعمل في الجرادل عشان ما تعملش معاك وش وهتزهقك وانت بتفضي منها خليك دايما في عبوات مقفولة او عبوات محكمة ممكن جيركن كبير عشرة لتر مثلا زي جيركن الطنر تاخد معاك العبوة كلها طبعا احنا لسه بنجهز المجموعة اهوات هنقللهم الاتنين في بعض تقليب جيد زي ما انتو شايفين القوام بتاعها كده مزبوط طبعا لو قللت المخفف هتخرز معاك مش هتسيح على بعضها زودت المخفف هتسيح معاك هتسيل منك هتكشف معاك هتضطر تدي وشي تاني فانت خليك بالمعيار اللي هو مكتوب على العبوة افضل لان طبعا اللي كتب لك المعيار ده مهندسين وفنيين وشركة وناس شغالة على الموضوع مش اجتهادي يعني فالمهندس بيبقى كتب لك المعيار اللي انت هتشتغل عليه علشان خاطر تطلع افضل نتيجة بعد كده هنصفي باللي امع ديات وتحطها في علبة علبة فقا شوية تنزل زي كده علشان ما تنشفش منك صفينا وجهزنا البوية بتاعتنا هنبتدي بقى الرش طبعا من اصعب حالات الرش الحالة اللي احنا هنرشها مع بعض ديات فيها اماكن مغلقة وفيها اماكن يصعب الوصول اليها فبتبع عايزة حرفية فراشة كبيرة جدا فاحنا هنوريكم ازاي انت هتجيبها بكل سهولة وكل بساطة اولا بتاخدها تعفير بتاخد ضلع ضلع زي ما شفنا قبل كده في الفيديات اللي احنا كنا عاملينها كده احنا جبنا الخزنة من جوة تخش على الضلع الثاني بناخد كل ضلع الوحدة تمام تاخد تعفير وبترجع ترد عليها كمان وش برضو تعفير لاشان خاطر ما تسيلش منك وتريح منك طبعا اصعب الاماكن اللي هي المغلقة ديت لانما انتش قادر توصل لها والقادر تتحكم في الفرن ان انت توصل لها بس انت بتاخد تعفير في تعفير وتصبر عليها علشان خاطر تقدر انت توصل لها لان مشكلة الخزن برضو ان ضربة المسدس او ضربة البوهية جوة بتبقى بترد عليك انت على وشك لان الخزنة مقفولة من اربعة جناب فانت لما بتجي ترش غصبا عنك البوهية بترد عليك انت وطبعا لازم يكون في مكان مفتوح زي كده فراش بالذات في حاجة زي كده طبعا الكمامات شرط اساسي لان طبعا البيات الدوكو او اي بيات عمتا مدورة جدا على السد هنا احنا خلصنا اهوات ضوضع الخزن بعد ما حطناها الحمد لله زي ما انتم شايفين نتيجة جميلة جدا هنا الرجالة وهي بترس الشغل جنب بعضه بتسيبه في مكان مغلق تماما بعيد عن الاتربة بعيد عن اي غبار لمدة نص ساعة او ساعة بالكتير بيكون الشغل حصل جفاف سطحي عم اشرف حبيبي طيب هنا هنوري لكم الشغل على الواقف ده مسلا هنقف عشان ترشه من الناحياتين هيبقى مشكلة قلنا بنخلي الفونية وقفة بتغبر اول وش ما ترسش جنب بعضه بتغبر بس بتعمل زي لكنك بتدق المسامير وبعد كده تبنى عليها تمام بتاخد الشغل اول مرة تعفير بعد كده بترد عليه مرة تانية خفيف خفيف ما ترميش قوي ايدك تكون مزبوطة من تشغال بعد كده هنلف الناحية التانية النتيجة هتطلع معاك الحمد والله هتشوفوها مع بعض دلوقتي عم علي طبعا من الناس الافاضل سيد القوم خادمهم هو طبعا علشان تعبان شوية فانا بروش مكانه زي ما قولنا خد بناخد اول وش تغبير بعد كده بنرد عليه خفيف بتكون فاتح حراية بتاعتك كده انتهينا من الرف ده نشوفو بقى مع بعض هاتو كده عم علي في الكاميرا عشان نوريه للمشاهدين الله عالله بيصلي الله هو اكبر ما شاء الله ما شاء الله لانا عرفا برضا كنا الماركالي يومي ثالث يومي الشام واحد ماشي تمام ما يفيدا يومي يا رواني الشام عزيزي ممكن تجيب الكعب اللي هيبقى تحت قبل ما تحط الضلفة بحس يبقى جات من الاربعة جناب ناخد الدار الاول بعد كده بناخد وش تعفير زي ما قولنا ما ترسش جنب بعضه علشان ما تسيلش منك وتريح بعد كده بنرد تاني اهوت برضو تعفير ان شاء الله مراحل التأسيس يا جماعة هننزلها لكم برضو فاتن بصراحة للأسف ان انا كنت تعمل الفيديو من اوله لمراحل التأسيس ان شاء الله هتجي فرصة تانية مع بعض وهننزل لكم فيها مراحل التأسيس من البداية طبعا هنا كان فيه بصمة لاخرنا محمود وبيشيل فانت بتاخدها تعفيرة كده من بعيد ما تقربش المسدس منها عشان خاطر ما تريحش زي ما انتوا شايفين اول قولنا اول وش تعفير بعدين نرض عليها تاني راية بتاعتك مفتوحة المسدس يطلع وينزل بمستوى او محاذاة الحاجة اللي انت هترشها ما تقربش المسدس في الشغل زي كده عشان خاطر ما يريحش منك بكده انت قدر ترش بواب شيش اي حاجة طيب هنشوف طريقة تانية انا عايز اخلي راية بالعرض زي كده وهرش برضو على الواقف طيب ازاي انا مش عايز اعود كل شوية الف راية مين وشما لأ انا اخلاها بالعرض زي ما هي بس هنقلب المسدس وانت شغال زي ما هنشوف كده مع بعض كده انا قلبت المسدس اهوت اصبحت كده معي راية وقفة لكن قلبتها تمام اهو زي ما انتو شايفين قلب المسدس ما هواش عادل بدلا ما انت تقعد تلف راية يمين وشمال لا ما تحييرش نفسك خالص خليها سبتة وانت تلف ايدك انت وانت شغال اسهل اهو زي ما انتو شايفين انا قلب المسدس للجنب فكده راية بقيت وقفة لان احنا قلنا الشغل على الواقف راية تكون وقفة الفوق زي ما فيه في الفيديوهات لقبل كده لو هتوش على النايم او بالعود بتخلي قوية بالعود لا احنا نخليها بالعود زي ما هي بس انت تلف ايدك وانت شغال هذه النتيجة الحمد والله حاجة بسم الله ان شاء الله جميلة جدا في النهاية طبعا جماعة بنحب نشكر طقم العمل على اجتهاده وانهما تعبوا معنا وعلى رأسهم اخونا وحبيب السيد اشرف وبحييه على مجهوده الجبار بصراحة في المطبخ وفي تأسيسه وفي تشتيبه وانه هو حب انه هو يطلع حاجة يكون هو مبسوط منها من الداخل اعتبر ان الحاجة بتاعته فحبي يثبت للعميل ان احنا نطلع لك حاجة تكون افضل من اي حاجة انت شفتها قبل كده وهنوفر عليك في موضوع الاكريليك لان انتو عارفين الاكريليك مكلف جدا جدا وهو في الاول وفي الاخر ام دي اف يعتبر كرتون هو كرتون بالفعل مش يعتبر هو بالفعل كرتون مضغوط اللي هو الفايبر او الام دي اف بس مضغطي بطبقة الاكريليك نوعية التانية جمعها اللي هي الكنتر بس برضو ملزوق طبقة الاكريليك يعني هو في الاول وفي الاخر اما كنتر تمام اما اما ام دي اف زي ما قول تمام فهو في الاول وفي الاخر الفكرة كلها في الفينيش الخارجي ان هو اللي خلالك الطبقة من الخارج زي الداخل ويريتو خلى الخارج زي الداخل لا هو مد الخارج برضو للأسف فنش عالي وطبقة اكريليك محترمة جدا والداخل اداله طبقة بسيطة جدا برضو على اساس نفس الفكرة بتاعة الصناعية اللي بتقع فيها ان من جوا ما هواش باين ان من جوا مش لازم يكون يعني فنش عالي لأ انا انا ضد الفكرة دي اتدهائي فان شاء الله انت تخدم شغلك زي ما قولنا وزي ما تكلمنا كده ان انت تخليه افضل من اي حاجة وتصدر فكرة كويسة العامية هيعني ويخلي الناس ان هي ترجع تاني للصانع وترجع للشغل قديم تاني او الشغل الصح فانا بحييك عم اشرف وبنشكر كل طعم العمل اللي كانوا معنا وان شاء الله لو في فيديوهات تانية بإذن الله جاية اتمنى يكون فيه متابعة وفي تشجيع منكم وان شاء الله مستمرين وان شاء الله مكملين معاكم وربنا ينفعنا وينفعكم بأي معلومة سواء اللي نقوليكم وزي ما انا قلت لكم قبل كده والله الفيديوهات اللي احنا بنعملها بتفيدنا احنا قبلكم انتم لان الواحد بيسعى ويجتهد انه هو يوصل لك المعلومة صح بدون اي اخطأ فيها علشان لو انت وصلت لك المعلومة غلط انا اللي هتحمل نتيجة الغلط اللي انت هتعمله او اللي انت هتقع فيه فانا ربنا يعلم ان احنا كلنا بنحاول نوصل لك المعلومة انت كمشاهد او كفني او كغاوي بنحاول نوصل لك المعلومة على اكمل وجه علشان خاطر ما يحصلش معاك اي اخطاء ان احنا نرفع مستواك لو انت مهني او لو انت فاني نحاول نرفع مستواك لان احنا كلنا قلنا ان احنا بنرفع مستواك بعض بناخد افكار كلنا من بعض ان احنا ما ما نفضلش عند مستواك واحد تمام طبعا المحب للمهنة والعاشق لها غير الممارس في واحد بيمارس وخلاص انه هو عاوز اي شغلانة هيبيكسب منها فلوس وخلاص طبعا ده مش هيشغل كل الفيديوهات اللي احنا بنعملها لانه مش هيعمل بيها اصلا اما الغاوي واللي هو حابب مهنته واللي هو عنده ضمير فعلا هيعمل احسن من اللي احنا بنعمله وهيطلع احسن من كده تمام واحنا طبعا بنحيي كل انسان عنده ضمير بنحيي كل فني بيصدر فكر راقي عن الصناعي او عن المهني بنحيي كل فني بيصدر صورة جيدة وصورة كويسة للعميل عن الصناعي عن الفكرة اللي هو اخدها عن الصناعية وبندعي لكل مهني بيصدر فكرة سيئة عن المهني بندعي له بالهداية ان ربنا يهديه اذا كنت بتشهر اي حاجة او اذا كنت بتتناول اي حاجة خليها في بيتك خليها بعيدة عن العميل خالص خلي صورتك كويسة قدام العميل وقدام الناس خلي المساوي بتاعتك لك لنفسك جوا بيتك بلاش تصدر الفكرة السيئة اللي بقيت بتعم كل الصناعية ان كل اللي عملا بقى ماخدين فكرة سيئة جدا عن كل المهنيين في كل الصناعات من اللي بيشوفوه من الصناعية السلام عليكم الله أحمد لكم McMahon